وارجعنا لكم تاني مع الفقرة التانية في البرنامج وهي الفقرة اللي بتهم كتير جدا من المشاهدين وفعلا احنا عملناها لأسواه اللي فات وجلنا رسائل كتير على الواطس وحاجات كتير هم هيتكلموا فيها طبعا كل ست بتهتم دايما جدا 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 بحاجات كتير وبتفاصيل صغيرة في حياتها هنعرف من اضاق التفاصيل هنعرف حاجات كتير منهم هنرحب طبعا معايا شريهان صباح الخير يا شريهان صباح النور يا محمد صباح النور على كل ازاقنا المشاهدين وكمان نيفين صباح الخير يا نيفين صباح الخير يا محمد صباح الخير على ازاق المشاهدين برنامج كل الناس جمال المرأة بيهمها جدا جدا المرأة اكتر حاجة بتقلقها هي جمالها وبتهتم بيها وبتهتم أكتر ببشرتها بشعرها بلبسها بشكلها بشكل جسمها أول حاجة بتتشدي لها للبنت وهي طفلة المكياج فبتهتم إزاي تعرف تتعلم إزاي تحط المكياج شريهان صباح الخير صباح النور يا حب مع شريهان النهاردة هنعرف كل خطوات المكياج عايزين نعرف المرة اللي فاتت الحلقة اللي فاتت إحنا اتكلمنا إزاي نوحد لون البشرة تمام واتكلمنا عن أنواع البشرة واتكلمنا عن إزاي نختار كريم الأساس عايزة أعرف أو عايزة نفكر للمشاهدين للمرة اللي فاتت أنت قلت خطوتين فهنقول إيه هم الخطوتين قلنا حاجتين الأندرتون بتاعنا تمام قلنا الأندرتون اللي هو اللي على ورم إزاي نعرفه إزاي نعرفه بطريقة العروق بتاعتنا نشوف أكبر عارقة عندنا في إيدينا إيه لو لونه على مغدر يبقى الأندرتون بتاعنا ورم تمام هنروح نجيب الفونديشن بتاعنا أو أي درجة من درجاتنا على ورم لو العروق بتاعتنا مديه على أزرق شوية يبقى تضي الأندرتون بتاعنا كولد تمام هنروح نجيب هناك أو هنقول الحد وائف هناك في الوستور أنا الأندرتون بتاعي على ورم فهيدي الدرجة اللي تعادل الحمار بتاعي لأن الـ cold ده بتكون الدرجة بتاعتها محمرة شوية طيب فيه بقى اللي احنا ماكملناهش المرة اللي فاتت الميكس بين الاتنين بتلاقي عرقها شوية مزرقة وشوية على مغدرة بتدي درجة من درجات الموف شوية ده بيبقى ميكس بين الاتنين دي مفيش مشكلة بتبقى جمعة دي تبقى لكي بقى جدا فبتبقى جمعة كل الدرجات يعني كل الألوان تمشي معاها الدرجات اللي هي النود الدرجات اللي على موفات الدرجات اللي على الأحمرات كل الدرجات بتبقى سبحان الله تبقى ماشي معا جدا فدي بنعرفها عن طريق اللي هو العرق نشوف أكبر عرق في إيدينا فين ونشوف الدرجة بتاعته عاملة زي دي هتسهل لنا حاجات كتير جدا في حياتنا حتى كمان في لبسينا في الميكب بتاعنا في الاكساسوريز وعايز أقول حاجة تانية البنات اللي الأندرتون بتاعهم على ورم الأغلبية بيكون لما تيجي تلبس اكساسوريز بتلاقي نفسها الجولد بيبقى ماشي معا أكتر بيبقى حلو جدا تحس ان هي منورة وهي لبسات البنات اللي هي الأندرتون بتاعها على جولد لما تيجي تلبس اكساسوريز على سيلفر بتحس ان هي منورة برضو بينا فيها أكتر هي ما تعرفش دوت ليه علشان ده علشان الأندرتون اللي احنا قلنا عليه طيب احنا فيه طبعا أصدقائنا كتير جدا بعتين رسائل على الواطس بيسألوا وعايز أطمنهم إن شاء الله الأسئلة اللي مش هتتجاوب عليها في الحلقة دي هتتجاوب عليها الحلقة الجاية فيه صديقة بتسأل لما بتحط الميكاب بيشقق في وشها والمشكلة الأكتر إنه بيباني لخطوط التعبرية عايزة تعرف إيه السبب وتنصحيها بإيه طيب ليه الميكاب مش بيثبت في وشها لإن احنا المرة اللي فاتت لما تكلمنا إزاي نختار على نوع بشرتنا سواء كانت دهنية أو مركبة أو مختلطة لو بشرتي دهنية وروح تجيبت في عنديشن مثلا من البشرة الجفة ما هو يبقى فيه أويل يبقى فيه جزء منه زيت علشان يدي ترتيب عالي للبشرة فبالتالي بعد ساعة ساعتين هتلاقي الميكاب كله خلاص صاح طيب لو واحدة بشرتها بتشقق لي لأنها بشرتها جفة طيب فبتروح تجيب حاجة مثلا للبشرة مش معادلة لها مش مظبوطة لها فبالتالي بيبقى بيبقى ما فيه زيوت في البشرة ما بيكونش فيه ترتيب كويس لها فبالتالي بيبتدي يبان الخطوط التعبرية أول حاجة هتبان هنا الأجزاء دي كلها كل ده الخطوط التعبرية كل ده هيبان فلازم أول حاجة تعرف لون نوع بشرتها إيه بالتالي لما هتجيب الحاجة اللي هي عايزاها الميكاب اللي هي عايزاها هتجيبه معادل لبشرتها فيه ترتيب لازم ترطب بشرتها لازم يكون فيه روتين يومي لبشرتك لأن دي أكتر حاجة في الدنيا يعني أول حاجة باين علينا باين على وشنا دي أول حاجة ممكن أي حاجة تانية ممكن ندريها ما فيش مشكلة لكن وشنا ده طبعا دي أول حاجة بتبقى باينة احنا نعمل برضو حلقة مختصة زي ننظف وشنا والمسكات احنا نعمل عملي قدام بس احنا دلوقتي على قدر الإمكان احنا عايزين نتكلم نعرف الناس الحاجات نعرف البنات نعرف جراننا وصحابنا نعرفهم ازاي يعرفوا يستخدموا الخمات اللي معاهم بصورة صحيحة ممكن يكون عندي متاريا الغالي جدا بس مش مناسب لبشرتك خلاص اكس عليه مش هينفع طيب في صديقة تانية بتسأل هي استخدامة كريمة الاساس بس ما جابش معاها نتيجاني شكلها فيه مش حلو فطبعا اضطرت ان هي تروح تجيب البودر المائي دي كارسة دي مصيبة وبيتجير في الوش اه طبعا للأسف هما مش بياخدوا بالهم من موضوع دوت موضوع التجيير عشان ممكن يكون لو بنات محجبة فبالتالي الجزء دوت بيبقى مداري ما هنقول مثلا لو مش مشكلة ان موضوع ان هو يبقى فيه فرق في اليد او فرق في الرقبة على اللونجرون بقى ايه اللي هيحصل مسامات واسعة جدا العلامات اللي سنة هتبان بسرعة قويه هبقى فيه تشقيق كتير قوي في البشرة بتاعتها هتحس ان هي بقى بشرتها كيكي مش حاجة ناترال كده تبقى تحس ان هي لون بشرتها طبعية والاغلبية بيبقى لونها على روز ومجيرة فدي دي اللي هي انا يعني مش عايز اقول ايه بس اغلبية البنات طبعا عارفها اللي هي الفاودر الحمرى زي المدورة بتاعتنا يعني خقاست معانا كتير وسنين كتير جدا جدا دي اللي هي بنستخدمها بالمية دي سيئة جدا وبتجاير في الوش طبعا بتجاير في الوش لان هي كلها درجتين تلاتة يعني هي كم درجة احنا فيه احنا حتى كمايكا باورتس احنا عندنا اكتر من 4050 فاونديشن لان البشرت مهما كان كتير جدا والماكس والدرجات كتير واشكال كتير فهي حتى ان يبقى فيه من النوع دو درجتين تلاتة بس لأ طبعا دي سيئة جدا تبعد عنها لان بعد كده هتدفع فلوس كتير قوي عشان تعالج بشرتها عشان تسلحه طبعا طيب فيه سؤال تالت الهالات السوداء والانتفاخ والتورم من تحت الهيل يتعالج ازاي ونخبيه ازاي نخبي العيوة دي طيب خلينا في مرة تانية برضو هبقى جيب معي ماتيريالز وهنشوف ان احنا يعني نستخدمها ازاي نجيب موضل معانا ان شاء الله ونستخدم عليها بس طبعا مثلا ممكن نقول حاجات بسيطة دلوقتي احنا ممكن نستخدمها لو فيه هالات تحت العين او فيه حبوب عايز اقول حاجة للبنات الميكب مش سحر يعني احنا معنا شنطة ميكب مش شنطة السحر فبالتالي لو فيه حبوب برزة احنا ممكن نخفيها لكن مش هنقدر ان احنا نخلي الدنيا واحدة مية واحدة دي صعب شوية لو فيه هالات او فيه غمقين طبعا تختفي تماما يعني فيه ممكن نروح نجيب كوركتور تمام لونه اورنج يعني درجة من درجات البرتقاني هو بتبقى غمقى احنا بنبتدي نتقلها او نخففها بحسب الهالات اللي تحت العين مش لازم كمان تحت العين فيه ساعات بنات بتسافر وترجع من الصفر وشها فيه تسبغات التسبغات دي لازم لها برضو اللون البرتقاني في مرة هبقى اشرح حاجة اسمها الكلر ويل عجلة الوابن او دايرة الالوان دي هتوضح لنا كتير او ازاي نداري كل الكلام دوت بس عمتن دلوقتي عشان هلستقلت السؤال ممكن تجيب الكوريكتور دوات الورنج وهتحطه وتحط عليه كونسيلر مثلا او كوريكتور درجة افتح واحدة بس يعني البنات اللي بتحط بلاقيها حط ابيض جامد قوي تحت العين هنا كل ما هو فاتح تحت الغامق يا شف اللي تحته لما احنا عايزين طبعا لو احنا عايزين نشف حاجة غمقى هنعمل ايه هنجيب ورقة بيضة بيضة علشان نحطها على اللون الغامق عشان تشف اللي تحت ده اللي احنا بنعمله كلنا كنا بنعمل كده زمان ما كناش فاهمين بس دلوقتي واجب علينا لما حد يبقى عنده معلومة والحلقة بتاعتنا كمان علشان نعرف كل البنات الكلام دوات الغامق اللي تحت لو حاجة فوق فتحة بتشف اللي تحتيها نبعد تماما عن اي حاجة فتحة اغمق درجة ممكن والله كمان اغمق درجة يعني لو احنا هنعمل كوريكتور دوات اعملي اغمق درجة وبعد كده بتدي فتحي بالهايلايتر مش هيبقى فيه غمقان تابعيما لكن لو فيه العين دخل الجوه غصبا عننا بيبقى فيه الجزء ده بيبقى فيه زي زي ظل فده ممكن ده مش بيبقى غمقان ده بيبقى ظري فهي دي الحالة الوحيدة طبعا اللي غصبا عننا ما تبقاش باينة ان هي بتكون باينة بس ان هو فيه ظل لكن لو عملت بالطريقة دي بالخطوة دي حطت الكونسيلر الورنج وعليه برضو الكونسيلر او كوريكتور يعني فيه فيه حد بيعرفه بالكلمتين نفس الون درجتها او اغمق درجة مفيش مشكلة خالص حطي بقى بعد ذي هعليه لون فتح الانتيا طبعا المعلومات اللي شريان بتقولها معلومات شيقة جدا ومهمة جدا طبعا احنا مش عايزين ان اخلص كل المعلومات عايزين ان نخلي المعلومات الحلقة الجاية بس احنا اتكلمت في البداية في الاول حلقة عن الحلم وعن التلعب الاحلام شريان تعرضت الحاجة زي كده التلعب الاحلام بص على حسب على حسب الموقف طبعا بس تلعب بالاحلام ممكن يبقى تلعب بالاحلام عن طريق مثلا الشغل ان احنا نبقى في حاجة معينة نبقى احنا طمحين جدا لها ومنشتغل ومنشتغل ومنتعب وممكن حد تاني فجأة الوسطى من غير اي حاجة يجي ينطع عليها فدي ممكن برضو نوا من الانواع تلعب بالاحلام طيب احنا فيه اصدقاء كتير جدا بيحلموا دلوقتي ان هم يسمعوا قسميهم ويكونوا من الفايزين من الاسبوع اللي فات الاول هنقول الاصدقائي هنقول الاسئلة اللي محضرينها علشان الناس اللي مستمين الاسئلة علشان يجاوبوا عليها علشان الاسبوع اللي جاي احنا في كل اسبوع معانا مجموعة من الاسئلة ومنجموعة من الجوائز بعد ما بنقول السؤال بتتواصلوا معانا على الواتس اللي بيظهر على الشاشة حالا وبتقولوا اجابة الاسئلة النهاردة شريهان ونفين هيقولنا الاسئلة فنسمحها كويس قوي ونركز في كل سؤال طيب نقولي السؤال الأول السؤال الأول ما هو أشهر مشروف في كافي ومطعم تجور جائزة مقدمة في جائزتين مش جائزة واحدة معنا دعوة العشاء لفردين وجائزة الثانية قيمتها 250 جنيه بيقدمها؟ بيقدمها مطعم تجور مطعم تجور السؤال الثاني السؤال الثاني دي بقى اللي عايزين نركز فيها لأن دا كان في الفقرة الأولية في الجزء الأوليني فلتفرج علينا في الجزء الأوليني هيعرف يجاوز ما هي المحاول الأساسية في أندية الروتري جائزة بتاعتنا بتاعتنا دي بتاعت البرنامج مقدمة بقيمة 500 جنيه كتير 500 جنيه يلا متأكدين بقى الوصف الوصف على طوق بقى الأسئلة وبقى الجوائز السؤال ما هو ألوان تصميم موقع inmars.com وبيعفضر عن إيه والجائزة المقدمة من موقع inmars.com هي جائزة عبارة عن 250 جنيه السؤال الثاني من هم أبطال أعلان igbala.com والجائزة المقدمة هي جائزتين الجائزتين عبارة عن كوبون بقيمة اتنين كوبون ملابس بقيمة 250 جنيه طيب ده بالنسبة للإسبوع اللي جاي ودي أسئلة الإسبوع اللي جاي الإسبوع اللي فات هنبتدي بشريهان تعمل الصحبة على الأسئلة بتاعت مشروب ومطعم كافيئ اللي هو أشهر مشروب في مطعم وكافيئ ده الإسبوع اللي جاي ده الإسبوع اللي فات عايزين نعرف مين اللي كسب في مطعم وكافيئة تجور هنعمل أول صحبة أول صحبة علشان الجائزة لقيمتها ولا الجائزة لدعوة نشوف الجائزة لدعوة الجائزة لدعوة نشوف مين مونة خليل عبدالعزيز ألف مغروق تاني نقول الاسم مونة خليل عبدالعزيز ألف مغروق أستاذ مونة خليل عبدالعزيز الاسم التاني الجائزة قيمتها 150 جنيه محمود هاشم غريب محمود هاشم غريب محمود هاشم غريب ده مش أخوية محمود هاشم غريب ألف مغروق ألف مغروق محمود هاشم غريب فاز بجائزة قيمتها 250 جنيه مقدمة من مطعم تجور مطعم تجور هنكمل باقيات الجواز مع نجين الجيزة وقيمتها ومنين أول واحد محمود أمر الدولة العشماوي دي جيزة وقيمتها 250 جنيه مقدمة من المصر موقع المصر دوت كوم ألف وروق دولي الجيزتين عبارة عن كوبون كوبون بملابس تمام الفائز الثاني أحمد زكي بدوي عبد الرازي وده الجيزة المقدمة من ألف مبروك لأستاذ أحمد زكي الجيزة الأخيرة الشيماء محمد عبد السامية وده برضو جيزة مقدمة من ايجي بالت دوت كوم أصدقائي ألف مبروك لكل أصدقائنا اللي فازوا معنا ومستنينكم وجواز كتير ومفاجآت كتير في كل حلقة بعتولنا على الواتس اللي بيظهر حالاً وبعتولنا أسألونا بعتولنا أقولنا الإجابات كان النهاردة المفهوض أن احنا معانا فقرة مهمة من الأستاذ مدبولي كان هيقول لنا نصايح كتير جداً وإن شاء الله الأسبوع الجاي هنعرض هذه الفقرة فاستنونا الإسبوع الجاي استنونا كل جمعة قبل المعدة بسهارة في برنامج كل الناس كل الناس لكل الناس ترجمة نانسي قنقر